كل الأهلوية النهاردة أول يومين اللي جايين دول مترقبين طبعا مباراة النادي الأهلي ألهمة أمام سانداونز يوم السبت القادم إن شاء الله هذه المباراة ستلعب في جنوب أفريقيا في تمام الساعة الثالثة مباراة أهميتها أكتر من الثلاثة نقاط إن شاء الله رجال النادي الأهلي حيروحوا جنوب أفريقيا بريتوريا في جنوب أفريقيا معقل سانداونز من أجل الفوز فقط ولا شيء غيره يعني اللي أنا عارفه وأنا بوصل لحضراتكم رسائل هامة جدا إن كل اللاعبين لا تفكر في شيء إلا زي ما اتفقت وزي ما بقول دايما وزي ما بتكلم مع حضراتكم إنه هناك اجتهاد الاجتهاد اللي هم رايحين عليه هو نحن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز أي نتيجة أخرى دي بتاعت ربنا أو حتى الفوز وكل النتائج بتاعت ربنا ولكن أنا حاطت جوايا إن أنا اجتهد عشان أقدر أفوز يوم السبت اللي جاي ليه؟ لأنه المباراة القادمة هي مباراة المفتاح لهذه المجموعة خصوصا إن إحنا كسبنا في الجولة الماضية على القطن الكاميروني وكسبنا 3-0 ووصلنا للنقطة الرابعة مين اللي حط نفسه في هذا المركز؟ إحنا كلاعبين أو اللاعبين اللي حطوا نفسهم مع الجهازهم الفني هم اللي حطوا نفسهم كده إحنا كجمهور بقى وجبنا خلال هذه الفترة السند والدعم كالعادة كالعادة أكيد كان فيه سوق توفيق الحقيقة بيواجه النادي الأهلي في مبارتي الهلال السوداني وسانداونز وكلمنا في ده مبارح ولكن مواجهة الأهلي أمام سانداونز في جنوب إفريقيا حيكون لها حسابات خاصة زي ما حضراتكم عارفين أنا مش هقول لكم ولكن الفريقين اللي حي أعتادوا على المواجهة ما بينهم وما بين بعض في دون المجموعات خلال السنوات الأخيرة الفريقين كتاب مفتوح لكل كل واحد فيهم كتاب مفتوح للآخر كمان كولر قدر أن يحط إيده على مواطن القوة والضعف أنا بقول لحضراتكم معلومات يعني الراجل يعني قعد وتفرج وشاف أنه هو هيلعب من الناحية الفلانية أو من الناحية التانية أو من وسط الملعب حيلعب بالطريقة خلاص هو حط التاكتك اللي حيقدر يلعب به يوم السبت اللي جاي هو بيحاول أنه هو ينفزه زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله بعد قليل الفرقة توصل بالسلامة إلى جوهانسبرج أو لبريتوريا ونقول لحضراتكم يجي لنا مرسلنا من جنوب إفريقيا لو أتاحت الفرصة هم وصلوا بالسلامة لسه وصلين؟ طيب لسه وصلين هم من شوية وزي ما حضراتكم شايفين كواليس سفر دي سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا كل الناس الحقيقة هنا في مطار القاهرة أعتقد دي صح يا شباب؟ ولا أنا؟ دي سفر البعثة أول ما هيوصلوا إن شاء الله لأن أنا أعتقد أنهم جنوب إفريقيا 8 ساعات ولا حاجة وبالتالي إن شاء الله يكونوا على وصول إن شاء الله قريبا جدا إلى جنوب إفريقيا ده كواليس سفر البعثة النادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا من مطار القاهرة زي ما حضراتكم شايفين الراجل محضر كعادته ومجهز سيناريوهات لهذه المباراة مستقر على طريقة اللعب؟ أيوة مستقر على طريقة اللعب مستقر على التشكيل؟ أيوة باستثناء لو لقدر الله لقدر الله أنت بتلعب كرة وتتمرن حدش عارف اللي ممكن يحصل لقدر الله حصل أي إصابة النهاردة بكرة بعده يعني المهم إن قبل يوم السبت لكن هو حاطت التشكيل في دماغه حاطت التشكيل وده اللي مخلي جمهور النادي الأهلي كله عنده ثقة في رئيته في تحقيق الفوز إن شاء الله بالرغم من صعوبة هذه المباراة مباراة صعبة جدا على الجانب التاني خلينا نشوف سانداونز بيعمل إيه؟ سانداونز بيحشد كل جماهيره بكل قوة مجان فتح المباراة بالمجان للجماهير اللي لابست شيرت أصفر حيخش أنا بتكلم بجد مش بهزر فأنا أعتقد سعة الإستاد 30-35 ألف متفرج حيكون 30-35 ألف متفرج مسؤوله سانداونز أعلنوا عن إقامة حفل غنائي قبل انطلاق المباراة تحفيز غير عادي لكل الجماهير في جنوب إفريقيا اللي بيشجعه سانداونز في تواجد في فترة صعبة وده يخليني أطالب إن شاء الله بس ده لما نرجع إن شاء الله ربنا يكرمنا بس يوم السابت وبعد كده مباراة القط ونشوف نقدر نتكلم في هذه الأمور نحن نطالب بزيادة الجماهير في المباراة الإفريقية اللي بتتلعب في مصر ومش بتكلم للأهلي بس ولكن أنا بتكلم لكل الفرق اللي بتلعب اللي أربع فرق اللي بتلعب في البطولات الإفريقية سواء أهلي وزمالك فيه بطول الدوري أبطال إفريقيا أو بيرامتز وفيوتشر فيه الكنفدرالية